أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يسلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بكيراتين كل كيرات مثل عهد ومن سلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بكيرات تابعه أثمان المؤذن قال حدثنا عوفنا المحمد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيني ما عرد قولي على عملي إلا فشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدرست ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم عدن يقول إنه على إيمان جبريل وميكايل ويذكر عن العسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإسرار على التقاتل والإسيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة أن زبيد قال تعالى أبا وائل أن المرجد فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لباب المسلم فسوق وقتاله كفر وبه قال حدثنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أن هميد أن أنس النبي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أخبرني عبادة بن الصامد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرج ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فروفعت عسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتس في السبع والتسع والخمس باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جا جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فاجعل ذلك كله دينه وما بينا النبي صلى الله عليه وسلم ليفضي عبد القيد من الإيمان وقوله تعالى ومن يبث بغير الإسلام دينا فلن يقبل من وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي النبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما للنات فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتسوم رمضانا قال ما الإسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال ما تساعة قال ما المثول بأعلم من السائل وسأخبرك أن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة إبل البهم في البنيان في قمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلالنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال رده فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان باب وبيه قال عدثنا إبراهيم بن حمدد قال عدثنا إبراهيم بن سعد أن صالحنا بن شياب نبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أنه لقل قال لو سيدك هل يزيدون أن ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسيدك هل يرسد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان حينة قالد بشاشة القلوب لائقته أحد بشاشة القلوب لائقته 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 سنقو حجری تو یہ افھے گا سنقو حجری ما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی لما ایمان جورا کو روکھے کریا حضرت ابوبکر صدیق ایمان جورا تو استابع اسے ما شیر تو افھے گالے بے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی امیگا عم سلمہ تکہ ما یہ چومہ حسن بصری رحمت اللہ علی موئر اچھا ما مدینہ ما موئر مدینہ ما موئر مدینہ ما موئر موئر ہے جنگا کلی لے موئر کلی لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی خوالا خوالا رہے جنگا رہا پیاؤنشوین مینہ لے لار حضرت حسن بصری حضرت حسن بصری رہا لار حضرت عمر کا چیبی رو ما باپیو لے سموہ حسن فینو فینو حسن الوجہ تو بورے حسن لے میں پیلائی بالو لے تو تو یہ مینہ ایان لار قالوا لها الانحادة فهاد عمر المزارة لسيئات وعندما يتحدث فهاد عمر المزارة تحنقنا لا تحنقنا سنت وعندما تعالى حضر حسن بصري تحنقنا لا تحنقنا صحيح فكرة فكرة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر